يعني انطلقا ما ابدأ اعرف يعني خصمك عامل ازاي تيكتيكات اللعبة بتاعت منتخب بوركينا فاسو عامل ازاي هجومية دفاعية باعتمدوا على خط الوسط يعني انت شايفها ازاي تحليلك لها ايه بص اه ممكن بوركينا فاسو اه نتائجه مش افضل حاجة فترة اخيرة ممكن الجيل بتاعهم كان عنفوانه فسا بونا مش هوه 2017 لما احنا قابلناه في السمي فاينال وفصنا عليهم براكريات الترجيح الجيل ده كان متوقع بقى جيل قوى جدا وعنف جدا وصعب جدا ولكن الفترة الاخيرة من اول كاس ام افرقيا اللي فاتت خرجوا من دور 16 زي حالتنا كده اه وغيروا المدرب بتاحهم وجابوا مدرب محلي برامة راوري برامة راوري يعني قبل ما اخش على تيكتيك بتاحهم اه فيلو المدرب السابق ليهم كان بلعب اربعة تلاتة تلاتة طبعا تشكيلها معظمها لعب محترفين مش اندها كبيرة قوي ولكن معظمها محترفين في اوروبة اللعبة كلها طبعا ده بيسهل على المدرب اختر اللاعبين والانسجام واللعب اما هماش جمهور ولا مش جمهور ان خلاص هو كله محترف برا فمش قاعد في بلده فمعندش مشكلة في حتة اللعبة خارج ارضه معندش ضغوط فيها فدي بتاع ميزة للعبة لكن الراجل ما كانش موفق غيروه جابوا برامة راوري برامة راوري مدرب محلي بس عكس بقى من مشكلتنا احنا هم عندهم مشكلة ميجي مدرب محلي مع لعيبة محترفة كتير معرفش يتعامل معها بدليل ممكن اخر حاجة النهاردة ممكن نمبرح بالليل ان فيه اتنين لعيبة تقال جدا اللي اتنين كابتل الفرقة مش موجودين موجوش في هزا المعسكر بيرتران تراوري هو افضل لعب هذا الجيل البيل بس عقم عشرة هو كابتن المنتخب وبالمناسبة بيرتران تراوري ده كان ضيع راكل الترجيح في ماتش مصر ولكي نفسه كان صدق عصام الحضر ساعتها ساعة 2017 بس هو اللعب المتخصص في راكل الترجيح هو القائد الفرقة بيلعب جناح يمين ومشمل ومهاجم يعني لعب مزعج جدا جدا غيابه عن المعسكر يعني غيابه عن عن المباراة اه مش موجود مين اللي بعديه في الكابتنة يوسوف وضايو وده احنا نشوفناه ده كابتن نهضة بركان المغربي اللي لعب مع الزمالك هو لعب من بركينة فاسو هو كابتن نهضة بركان وتاني كابتن في منتخب بركينة يعني بيرتران تراوري مش موجود بي هو كابتن المنتخب برضو مش موجود المفاجأة التالتة هرفي كوفي ده حرس المرمى الاس بركينة فاسو في الصنوات اللي فات كلها وبدأوا معسكر روما كان عندهم معسكر في المغرب وبعد ما كان منضم للقايمة اتصل بمدرب قال له مش جاي قال له ليه قال عندي اصابة في الرجبة قال له طب بعت لي الاشعة الطبية تثبت انك مصعب ولا بعت حاجة ولا اي حاجة وفيه كلام بيتقال في بركينة فاسو ان هرف كوفي معطارد على استبعاد الاتنين الكابتن يعني زي موجود كده في الواضح ان فيه مشكلة جوة بركينة فاسو فيه مشكلة في المعسكر فيه مشكلة بين اللعبة ومدرب لما استابقى الاتنين لابع تق الزبيرتان تراول يوسوف ودايو. طبعا تراولي على الشرق الهجومي. يوسوف ودايو ده مدافع. في الشرق الدفاعي. اتنين مهمين جدا. كمان الحارس هيرفي كوفي مش موجود. فاعتقد ممكن يبقى بيقصر بشكل كبير. وعفا كان هيرفي كوفي محترف في بيليجيكا. ناديت شارل روا. وحارس اساسي هناك. فبرضو عنصه خبرة كبير. وهو كان الاساسي في كاس امه الفريقة اللي فاتت. فالتلات دول مش موجودين في مواتش مصر. وممكن ده يسهل شوية من مهمة منتخبنا. لانا حتى احنا ما شفنا او حاجة انما راجعت الحالات بتاعت منتخب بركينة فاسو في المنشطات الاخيرة. تحت دينا في كاس الامم. عندهم مشاكل دفعية كبيرة جدا جدا. واعتقد مشاكلهم الدفعية مع المميزات الهجومية اللي عندنا في منتخب مصر. ممكن بشكل كبير. نستغل المشاكل دي. ونسجل. مش عايزهم بس انفوز. ممكن ان شاء الله انفوز. ونعمل السكور كمان كواس جدا جدا. ونحاق الفوز في هذا اللقاء. لان زي ما قلت مباراة مهمة. لو وصلنا النقطة تسعة. وبركينة فاسو فضلوا عند النقطة اربعة. لان انا شايف هما المنافس الحقيقي في هذه المجموعة. بيت الفرق محترمنا طبعا كامل لكل المنتخبات افريقيا. اقل بكتير وابعد بكتير كمان من منتخب مصر. وابعد من بركينة فاسو. فاعتقد ان شاء الله المباراة مهمة. هما متعثروا في هذه التصفيات بتاعتهم مع غينيا بساو. ممكن فازوا على اسوبيا بقى كده خارج مرعبهم. ثلاثة صفر. ولكن هرجع واقول ان يوم ما عندهم اللعيبة كانت كان في شهر عشرة السنة اللي فاتت. بقى كده تكسر الامم وتعثروا فيها. بعدها في مشكلة والمدرر بتغير. فالامور متغيرة شوية في المنتخب بركينة. لكن التغيرات دي ان شاء الله تكون في صالح المنتخب مصر. وزي ما قلت عندهم بعض المشاكل. وعندهم بعض المميزات طبعا. ولكن مشاكلهم الدفاعية كبيرة ممكن نستغل لها. حالس الاساسي مش موجود. يوسف فضاي وقاد الدفاع مش موجود. فربما الحاجات دي تفرق معنا بشكل كبير.